في المقر وطبعا خيمة النادي وغلق باب التصويت فضل الكريم لم يضلب أي صوتهم حتى هذه اللحظة لكن في الساعة السابعة تم غلق التصويت على طبعا انتخابات الرئيسة للنادي الأهلي تم الغلق منها المستشار أحمد سامي رئيس اللاجنة وأكيد طبعا دلوقتي بيوجه كل الأعضاء وكل الناس طبعا تخلوا القاءة للقيام بالفرز في الانتخابات لـ 2017 لأربع سنين قادمة للمجلس الجديد زي ما بقول المؤشرات يمكن أرقام كبيرة جدا اليوم النهاردة هيكون طويل جدا جدا بعد طبعا الفرز يمكن طبعا العدادة الكبيرة بتاخد وقت كبير جدا من القضاء والموظفين المتواجدين هنا من اللجنة القضائية للفرز لأن العدادة الكبيرة بتاخد وقت كبير جدا كل توفيق أكيد لمن يتولى رئاسة النادي الأهلي في الأربع سنوات القادمة وأترككم دلوقتي طبعا مع المشهد الخاص للفرز للجمعية العلمية للنادي الأهلي وأيضا اللحظات الأخيرة وغلق الأبواب بمقر الخيمة المتواجب ومقر النادي الأهلي بالجزيرة أعود لك في هذه اللحظات زميني محمد شكرا كريم طبعا زي ما قال كريم كده غلق باب التصويت على هذه الانتخابات إن شاء الله كل التوفيق لكل واحد ممكن يكون اكتهد في هذه الانتخابات وربنا يولي من يصلح كابتن شريف يعني وحيب نتكلم مكلمة كالكوادر وكان كابتن محمود الخطيب بيقول إحنا كابتن صالح كان بيحضر كوادر وحيب نتكلم